اعلنت هيئة البحرين للثقافة والاثار في مؤتمرين صحفيين عقدته بمتحف البحرين الوطني برنامج نشاطها الثقافي في عام 2016 تحت شعار وجهتك البحرين وذلك بحضور معالي الشيخ ميبنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار معالي الشيخ ميبنت محمد الخليفة قالت إن الهيئة تكشف عن توجهها لعام 2016 من خلال الترويج لكل مكان في المملكة والاقتراب أكثر مما يعرف بجمالياتها ويعرفها كوجهة للسياحة الثقافية وأضافت أنه تم تسمية السنة المقبلة وجهتك البحرين للإيمان بأن المكتسبات من معالم تقلق الحراكة السياسية الثقافية وتثبت الحياة في كل الجوانب الاقتصادية الاجتماعية والثقافية لمملكتنا وأشرت معالي إلى أن مملكة البحرين ستشهد خلال شهر يناير المقبل متمر خاصا هو الأول من نوعه في الوطن العربي حول الاستثمار في الثقافة كما توجهت معاليها بشكر إلى كل الداعمين للحركة الثقافية في مملكة البحرين ومن المشاريع البنية التحتية الثقافية مثمنة وقوفها الدائم إلى جانب الثقافة وإيمانهم بقدرتها على صناعة الأثر الإيجابية